في سؤال آخر تقول بعض الفتيات عندما ننصحهن بستر الكفين بالقفازات المعروفة تقول إن الحجاب ما زال مختلفا فيه بين العلماء وأنه لا دليل على ذلك وبعضهن تقول إن يديها ليست من مفاتين الرجال فهل في ذلك رخصة وهل من دليل جزاكم الله خيرا الحجاب واجب على المرأة بنص الكتاب والسنة وقول المحققين من أهل العلم سلفا وخلف والحجاب يشمل ستر جميع بدن المرأة عن الرجال جميع بدن المرأة قوله تعالى إذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ولا شك أن المراد بالحجاب ما يستر المرأة سترا كاملا لجميع بدنها من جدار أو ثوب أو باب أو غير ذلك وأما أن الحجاب فيه اختلاف فما لا ترى فالعبرة ليست بالخلاف العبرة بالدليل وقد قام الدليل على وجوب ستر جميع بدن المرأة بما في ذلك الوجه والكفان عن الرجال الذين ليسوا من المحارم فإذا صح الدليل وجب الأخذ به وعدم النظر إلى ما خالفه من أقوال أهل العلم موسيقى